يجهز مروض الخيول جويل بروست أحسنته استعداداً لاستئناف تصوير أفلام أجنبية في المغرب بعد توقف طويل بسبب الجائحة وعمل جويل ممثلاً بديلاً في لقطات المجزفة ومصمم مشاهد في أفلام عالمية مثل أليكساندر لأوليفرستون وكوندين لمارتين سكورسيسي الخيول المحلية تستخدم في مشاهد الحركة والتشويق الخيول البربرية عادة هي أصغر وأسهل في السيطرة عليها نستخدم كذلك الخيول الإسبانية لنا وللممثلين والخيل الهولندي كذلك يظهر رائعاً مع العربات شارك جويل المقيم في المغرب منذ ثمانينات القرن العشرين في تصميم مشاهد الخيل في أفلام عالمية صورت في المملكة مثل كينجدوم أوف هافن للمخرج ريدلي سكوت كما درب نجوم سينما مثل جوني داب على ركوب الخيل في فيلم ويتنك فور دي برباريانز للمخرج سيرو جيرا لكن إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد-19 منذ خمسة عشر شهراً عطل كل شيء ويحضر جويل حالياً للمشاركة في ثلاثة إنتاجات دولية كبيرة بينها فيلم دي أل كيمستا الأمريكية المستوحى من الرواية الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه للكاتب البرازيلي باولو كويلو والذي يفترض أن يبدأ تصويره منتصف تموز يوليو قبل ما بين خمس وسبع سنوات كنا نصنع مع خيولنا عشرة أفلام سنوياً ما نحبه هنا حقاً هو مواقع التصوير مثل ورززات وأرفود وكل مكان وما يأسرني بشكل أساسي هو الضوء والتوهج وكذلك احترافية العمال سواء كانوا تقنيين أو راكبي خيول أو عمال جميعهم تلقوا تدريباً جيداً يحاول المغرب منذ سنوات استثمار التنوع الطبيعي الذي يتمتع به لاستقطاب أكبر الانتجات السينمائية العالمية بالإضافة إلى تقديم تحفيزات ضربية لكن نشاط القطاع في المغرب سجل العام الماضي انخفاضاً بنحو 78% بسبب الأزمة الصحية وفق تقرير للمركز السينمائي المغربي ولم تصور في المملكة العام الماضي سوى ثمانية أفلام دولية بميزانية تقارب الخمسة ملايين وستمائة ألف دولار مقابل أكثر من 30 مليون دولار عام 2019 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر